جبتاً عشيش طبعاً أنا مبسوط أن أتكلم على وليد سليمان يعني مش عشان فعلاً هو يعني أعلن اعتزاله فأنا ستكلم عليه كويس لا أنا رأي معروف في وليد من فترة كبيرة ومن زمان في أكتر من لقاء أنا بحبه لجوانب كتير جداً جداً أي لعيب في نادي الأهلي أو في مصر عنده تاريخ كبير من البطولات ومن المباريات وعدد وكم كبير من المباريات ممكن يبطل وممكن بعد شهر شهرين يتنسي اللعيبة اللي بتفضل في قلوب الجماهير بتاعتها وجمهور النادي الأهلي اللعيبة اللي هي عندها جانب شخصي مهم جداً جداً وليد سليمان عنده جانب الجانب التاني في شخصيته حبه كبير جداً للنادي الأهلي وتفنيه في خدمة النادي الأهلي أنا عمري ما تخيلت أو شفت وليد سليمان في مباراة من المباراة سواء راجع من إصابة سواء نازل احتياطه بيلعب آخر عشر دقيق آخر خمس دقيق اللي بيلعب بكل قوة وحماس لدرجة أنه ممكن يعني وجوده في الملعب حتى لو اللعيبة مريحة مجرد موليد بينزل المباراة بتلاقي اللعيبة كلها اتحمست وبقت يعني بتبزل بكل طاقتها وليد عنده لعيب متواضع نجم كبير أحرص بطولات كبيرة جاب أهداف مؤثرة كتير جداً جداً في النادي الأهلي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريقي لعيب مهاراته عالية جداً جداً عمرنا ما شفنا مشكلة لوليد سليمان فيه خلال الفترة العادة مع النادي الأهلي وكننا نسمع دايماً أنه قبل التجديد بيمضي من غير ما يقول أنا عايز كام أو فيه مبلغ كذا أو حاصل مناقشة على التجديد هي اللعيبة دي اللي بتستمر حتى بعد ما تبطل في قلوب الجماهير الكبيرة النادي الأهلي ما بيقدرش يتخلى عنه وبيتخلىش على لعيبته بس النوعية دي بالتحديد بيبقى عايز يستفيد منها خارج المستطيل بقى الأخضر في إدارة في تدريب مثلاً في القطاع في أي موزيشن على المستوى حتى الإعلامي لازم يبقى موجود والناس تحب دايماً تشوف وليد سليمان لعيبة كتيرة جداً زي بقولك بتبطل النهاردة خلاص بكرة الكابتن خطيب أسطورة ليه كابتن خطيب بعد مبطل من 87 لغاية النهاردة يعني شعبية غير عادية لغاية النهاردة النهاردة قدرش يمشي في حتة ما يدخلش رحضر أي مناسبة إلا الناس عادت تصور معاه والظاهرة الغريبة كمان إن بتطورسها الأجيال حتى اللعيبة الجمهور اللي ما تفرجش عليها كابتن عادل بيحبه تلاقي الولاد الصغيرين عارفين الكابتن خطيب وعايزين تصوره معاه وعايزين نجم كبير جزء كبير غير الموهبة وغير اللاجوان التاريخية العظيمة وغير الأداء العالي جداً هو الشخصيات ومواقفه مع النادي الأهلي هي دي اللي حبيبت أكتر في الجماهير النادي الأهلي وباقي في ألبوم رغاة النهاردة وليد سليمان وهو ده من نفس النوعية ومن نفس المدرسة إنه الناس فكراله كل حاجة كويسة وتفضل فكراله كل حاجة كويسة زي بقولك موقفه كتير عمرنا ما شفناه خد عمل موقف وحش كان أساسي ولعب احتياته وهو نازل مثلاً عمل موقف كذا ولا كذا ولا كذا مع أي مدرب يمكننا أن على المستوى الشخصي سفرت مع النادي الأهلي يمكن من حوالي خمس ست سنين بطولة إفريقيا في دور من الأدوار وكان بلعبه الإفريقي تونس وكان وليد موجود شوف التواضع بتاعه وليد مع اللعيبة الصغيرين وبتكلم معهم إزاي ككابتن فمن كباتن للفرقة وإزاي بيتكلم كمان وعلاقته الحلوة بأصغر ناس في الفرقة كابتن عادل أو في الجهاز اللي هم مثلاً عمال قوض اللبس أو كلام من ده حاجة يعني كبيرة جداً وأعتقد أن وليد قدوة قدوة للعيبة التانية أنها يعني تاخد أو تحتزي بأخلاقه وبسلوكياته عشان توصل لإن شاء الله اللي وليد عمله ويقدروا يخدمه النادي الأهلي زي موليد خدم النادي الأهلي شكراً